بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين سلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد بعثهم الله بالدعوة إليه يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى ليرجعوا إلى دينه وإلى عبادته التي خلقهم من أجلها بعدما اجتالتهم الشياطين فأشركوا في عبادة الله سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل ليردوهم إلى عبادة ربهم لينالوا كرامته وثوابه وجنة ولينقذوهم من الظلال إلى الهدى ويخرجوهم من الظلمات إلى النور لحاجتهم إلى ذلك وأما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وليس بحاجة إليهم ولا إلى عبادتهم ولكن هم المحتاجون إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فالحاجة إن ما هي بهم إلى الرجوع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لينالوا كرامته وينجوم من عذابه قال الله جل وعلا في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكما أنه أرسل الرسل للدعوة إليه سبحانه فقد أمر المؤمنين بذلك فقال جل وعلا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فالله جل وعلا كلَّفَ الرُّسُل وكلَّفَ المُؤْمِنِين بدعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله معناها طلب رجوع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى الدعوة معناها الطلب أي طلب رجوع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليغفر لهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم فالله جل وعلا يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم ويوخرهم إلى أجل مسمى والله يدعو وقال تعالى عن الكفار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فالله يدعو والرسل يدعون وكل مؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذن فالدعوة أمر لازم وفرض حتم لحاجة الناس إليها ولإقامة الحجة على الناس لأن لا يقول أحد منهم يوم القيامة لم يبلغني شيء ولم أدعى فالله جل وعلا شرع الدعوة بحكمة عظيمة أولاً ليهتدي من أراد الله هدايته وثانياً لتقوم الحجة على من عاند رسلاً مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً ولكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى فقه وبصيرة تحتاج إلى فقه بأن يتعلم الداعي منهج الدعوة الذي يسير عليه حتى تكون دعوته موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى أما الدعوة بغير فقه فإنها تضر أكثر مما تنفع إن كان فيها نفع فالدعوة إلى الله لا بد أن تقوم على أصول مستمدة على أصول مستمدة من الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول أول هذه الأصول أول هذه الأصول العلم لأن يتعلم الداعي قبل أن يباشر الدعو قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيره على علم فقبل أن يشرع الداعي ويباشر الدعوة لا بد أن يتعلم كيف يدعو الناس ولماذا ولماذا يدعو الناس فهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله على علم وبصيره أما الدعوة إلى الله على غير بصيره فهي ليست سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل من اتبعه هذا أصل عظيم الأصل الثاني الإخلاص لله عز وجل في الدعوة بأن يكون مقصوده وجه الله سبحانه وتعالى ورضى الله وإنقاذ المدعوين من الظلال والهلاك وإخراجهم من الظلمات إلى النور يكون هذا مقصوده لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة وإنما وإنما يقصد بذلك رضى الله عز وجل وامتثال أمره ونفع الخلق هذا هو المقصود من الدعوة أما من يقصد بالدعوة الريا والسمعة ليظهر عند الناس أو ليرى مكانه أو ليمدح فهذا عمله باطل ودعوته مخالفة لدعوة الحق لأن كل عمل دخله الرياء فإنه يبطله ويفسده ولا يكون همه طلب الدنيا طلب الأجر يكون يعني طلب الدنيا طلب المال وإنما يكون قصده الأجر من الله سبحانه وتعالى قصده ما عند الله جل وعلا وكل رسول يقول لقومه يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله فيجب على الداعي إلى الله أن يخلص في دعوته ولهذا سميت الدعوة إلى الله لا إلى دنيا ولا إلى منصب ولا إلى مدح وثناء وأيضاً لا تكون الدعوة إلى حزب أو جماعة أو مذهب أو قول أحد أو اتباع أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه ليست دعوة إلى الله إذا إذا كانت دعوة لمذهب أو لرئيس أو لعالم أو لقبيلة أو غير ذلك لا تكون دعوة إلى الله عز وجل فيجب على من يدعو إلى الله أن يلتزم بهذا بهذا الشرط الأصل الثالث من أصول الدعوة التدرج تدرج في الدعوة شيئاً فشيئاً فيبدأ بالأهم ثم المهم ولا يأتي بالدعوة دفعة واحدة ويطلب من المدعو أن يقوم بجميع أمور الدين وهو جاهل لا يدري بل يتدرج معه ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن يدعوهم إلى الله قال له إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذوا من أغنيائهم فتردوا إلى فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم رسم لمعاذ بن جبل مع أنه عالم من أعلم الصحابة رضي الله عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لميزته بالعلم والحلم والصبر ومع هذا رسم له الخطة التي يسير عليها وبين له حال المدعوين من أجل أن يتلطف معهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا ولا يفاجئهم بالواجبات دفعة واحدة ولأن الأعمال إذا لم تكن مرتبة حسب الأهمية فإنها قد لا تجدي ولا تنفع فالذي يصلي أو يزكي أو يفعل العبادات لكنه لا يعرف التوحيد ولا يعرف معنى الشهادتين لا تنفعه أعماله التي يقوم بها لأنها تكون مبنية على غير أساس وما بني على غير أساس فإنه ينهار فالذين يدعون الناس إلى إصلاح الأعمال إلى أداء الواجبات وترك المحرمات وحسن التعامل لا شك أن هذا مطلوب ومهم لكن لا بد أن يبدأ بالأصل والأساس وهو العقيدة التي بها تصح هذه الأعمال وبدونها لا تقبل الأعمال ولذلك الرسل عليه الصلاة والسلام أول ما يدعون أقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيبدأ بالأساس والأصل والمهم ثم يبني عليه بقية أمور الدين شيئا فشيئا وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب في هذا دليل أن بعض العلماء يحتاجون إلى دعوة وهم علماء لأن عندهم انحراف في عقيدتهم فيحتاجون إلى دعوة وإن كانوا علماء الأصل الرابع الرفق بالمدعوين الرفق بالمدعوين والتلطف معهم لأن هذا أقبل وأضمن لقبول الحق أما إذا كان معه عنف وقسوة فإن هذا ينفر من الحق ويحمل المدعو على المكابرة ولهذا لما أرسل الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إلى أكثر خلق الله فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لما أرسلهما إلى هذا الطاغية قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينة لعله يتذكر أو يخشى فدل على أن المدعو لا يجابه بالعنف والقسوة وإن كان قد وصل في الكهر إلى أعلى مرتبة في الكهر فإنه يباشر بالقول اللي لعله ولهذا قال جل وعلا لعله يتذكر فدل على أن القول اللي يرجى منه أن المدعو يتذكر ويخشى الله سبحانه وتعالى وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام والتماثيل ومنهم أبوه منهم أبوه أبو إبراهيم وكان يصنع الأصنام ويبيعه ومع هذا لا طفه في الدعوة إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا في كل مرة يقول يا أبتي يا أبتي من باب الرفق به والعطف عليه ولين الكلام معه لعله يقبل لعله يقبل من ابنه فدل على أنه لا بد من الرفق في الدعوة ولين الكلام مع المدعو فإذا ما فإذا ما تمرد ولم يقبل فحينئذ ينتقل المجال معه إلى المجادلة بالتي هي أحسن إذا كان عنده جدال ومناقشة فالداعي يجادله بالتي هي أحسن حتى مع الجدال لا يجادله بعنف وإنما يجادله بالتي هي أحسن ليرد ما عنده من شبهات وما يدلي به من شبهات ليذهب ما عالق في ذهنه أما إذا كان الجدال بغير التي هي أحسن فهذا يحمل المجادل على المكافرة وجادلهم بالتي هي أحسن فهذا من أصول الدعوة وأساليب الدعوة الأصل الخامس من وصول الدعوة هو الصبر الصبر وعدم الياس لأن بعض الدعاة قد ينشط في أول الأمر ثم لا يصبر على الاستمرار وربما ييأس ويترك الدعوة فهذا مخالف لمنهج الرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون إلى الله ويصبرون فهذا نوح عليه السلام دعا قومه وصبر عليهم ألف سنة إلا خمسين عام وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبر في دعوته للكفار وعباد الأصنام وكانوا يقابلونه ويواجهونه بأبشع المعاملة وكان يصبر على ذلك والله يأمره بالصبر أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إبراهيم عليه السلام ماذا لاقى في سبيل الدعوة وصبر على ذلك حتى نصره الله فإنهم كادوا له أكبر الكيد أغرموا له النار العظيمة وألقوه فيها وهو صابر ومستمر على دعوته لهم فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام على ما ينالهم في سبيل الدعوة ولا ييأسون من الهداية لمن أراد الله هدايته أما من لم يصبر فإنه لا يستمر على الدعوة وينقطع من أول الطريق وكذلك من يأس فإنه أيضا لا يستمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج مرة مهموما من أذى قومه ووقوفهم في وجهه خرج مهموما لا يدري أين يذهب حتى نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ملك الجبال يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين المحيطين بمكة أن يطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا لم ييأس عليه الصلاة والسلام وفي النهاية هدى الله الكثير منهم الذين كانوا يؤذونه هداهم الله وصاروا من أخص أصحابه وذلك بسبب الصبر والتحمل حتى لما فتح الله عليه مكة وصار المشركون تحت قبضته الذين كانوا يؤذونه ويضايقونه وأخرجوه من مكة قال لهم وهم تحت قدميه في المسجد الحرام وهم متعلق بباب الكعبة قال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فمن عليهم وحلم عليهم وعفى عنهم وهم قد آذوه وعملوا معه الأفاعيل ومع هذا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فكان لعفوه صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر فآمنوا وصاروا من خواص أصحابه وصاروا أبطالاً مجاهدين في سبيل الله عز وجل وظهر من ذرياتهم من حمل هذا الدين في المشارك والمغارب وجاهد في سبيل الله إذن فالداعية لا ييأس ولا يقنط ويواصل الدعوة ويصبر وهو على خير وعلى حق حتى يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى فالداعية إلى الله يصبر على المكاره ويصبر على المجابهات والأذى ولا يظن أن الطريق يكون له مفروشاً بالوروت وإنما يكون مفروشاً بالمشاق لكنه يصبر على ذلك لأنه لا يريد بدعوته الإكرام من الناس والمنزلة في الناس وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى فيصبر على ما أصابه قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من هذه السورة أصولاً عظيمة للدعوة أولاً العلم الذين آمنوا فالإيمان لا يكون إلا عن علم وبصير أولاً العلم ثانياً العمل به وعملوا الصالحات فالعلم بدون عمل لا ينفع كما أن العمل بدون علم لا ينفع لا ينفع العلم إلا مع العمل الثالثة تواصوا بالحق هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الرابعة تواصوا بالصبر لأن الذي يدعو إلى الله يُضايق ويُقابل بما يكره ويطول عليه الوقت فيحتاجوا إلى صبر وتواصوا بالصبر لقمان قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فالدعوة إلى الله تحتاج إلى هذه الأمور وهذه على سبيل الاختصار هي أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالواجب على أهل العلم أن يمتثلوا هذه الأصول ويسيروا عليها إذا كانوا يريدون لدعوتهم أن تُثمر ولعملهم أن ينفع وأن ينالوا رضى الله سبحانه وتعالى والناس بحاجة إلى الدعوة كل بحاجة إلى الدعوة الكافر الكافر يُدعى ليدخل في الإسلام ويخرج من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة والمؤمن يُدعى إلى تعلم العلم النافع والتفقه في دين الله ويدعى إلى الثبات على دينه والحذر من الفتن يُبَيَّن له ذلك ويدعى إلى الثبات على دينه والصبر على المحن والتمسُّك بالدين مهما كلَّفه الثمن العاصي يُدعى إلى التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ليمحو الله ذنوبه ويقبل توبته فلا أحد يستغني لا أحد يستغني عن الدعوة إلى الله لكن ذلك بحسب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الخطوات فمن ضيِّع هذه الخطوات وهذه الأصول فإنها لا تكون دعوته ناجحة لأنها دعوة لم تُبنى على أصول صحيحة فلا تُثمر ولا تُفيد فالواجب على الدعاة إلى الله أفراداً وجماعات وجمعيات أن يسيروا على منهج الدعوة الصحيح وعلى أصول الدعوة الصحيحة المُستمدَّة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وليكن منهج الأفراد في الدعوة والجماعات ليكن منهجهم على وفق الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله غسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فهذا هو المنهج السليم المُجتمل على هذه الأصول المُستمدَّة من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سير الأنبياء من قبله كما ذكرها الله في كتابه الكريم نسأل الله عز وجل أن يوفِّقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه درجات الدعوة فالعام والجاهل يُدعى باللين والرفق لأنه إذا بُيِّن له الحق يقبله لأن هدفه الحق وأما المتمانع والمتكاسل عن قبول الدعوة بعدما يتبين له الحق فهذا يُدعى بالموعظة الحسنة يُخَوَّف بالله عز وجل ويُذكر له أن من بلغه الحق ولم يقبله فإن العقوبة عليه شديدة كما حصل للأمم السابقة فيعظه بما جرى للأمم السابقة التي تبين لها الحق على أيد الرسول ولم تقبله المرتبة الثالثة إذا كان عنده جدال وعنده شبهات فإنه يُجادل بالتي هي أحسن ببيان الحق ودحظ الباطل بالطرق العلمية الصحيحة بالتي هي أحسن لا بالعنف ولا بالقسوة ولا يكون هم المُجادل لا يكون هم الداعية أنه يتغلب فقط وإنما يكون همه أن يظهر الحق أن يظهر الحق ويندحر الباطل يكون هذا هو همه لا يكون همه أن يظهر على على الخصم بل يكون همه ظهور الحق له ولغيره وجادلهم بالتي هي أحسن هذه طرق الدعوة وهذه خطوات الدعوة فعلى الدعاة إلى الله أن يترسَّموا هذه الخطأ التي رسمها الله جل وعلا للدعاة لا يأخذ الدعاة من المناهج البشرية التي ترسُمها كل جماعة أو كل حزب يرسُمون لهم منهجاً يسيرون عليه من قبل أنفسهم إن المنهج الصحيح للدعوة هو الماخوذ من الكتاب والسنة ومن سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا هو المنهج السليم المثمن وليس المنهج الاصطلاحي الذي يضعه هؤلاء فلنرجع في مناهجنا وطرقنا في الدعوة إلى ترسُّم خطاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتكون دعوتنا على بصيرة ثم لنعلم أن الداعية يحتاج إلى العلم لأنه قد يعترضه المجادلون الذين يحتاجون إلى جدال بالعلم فإذا كان الداعية مزودًا بالعلم فإنه حينئذ يسهل عليه مجادلة هؤلاء ويخصمهم بالحق أما إذا لم يكن عنده علم فإنه لا يستطيع أن يجادلهم وينهزم أمامهم وتكون الخسارة حينئذ على الدعوة بسبب هذا الداعي الذي لم يتسلَّح بالعلم فلنكن من هذا الأمر على بال ولنتزوَّد بالعلم النافع الذي نسير عليه في دعوتنا ماخوذاً من منهج الأنبياء الذي قصَّه الله في كتابه وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناخذ من سيرته في الدعوة أكبر منهج وأصح طريق لدعوة الناس والله الموفِّق والهدئ إلى سواء السبيل صلى الله وسلم على نبينا محمد